اشتركوا في القناة متعاونون متكافلون محدودية الرزق ولا معين للإنسان إلا من سخره الرحمن لخدمة الإنسان فكانت حقيقة ومصدر دخل لمن ليس لديه مصدر دخل وأيضا من ابتلى فاعجزته الأيام فكان الحب يسبق المعونة والرحمة تطرق كل باب والجار يسل عن جاره قبل أخيه وعمه وخاله وهكذا عشنا وسنعيش على ثرى الغالية قطر أخوة تجمعنا إنسانيتنا لا نفرق منه جارنا ومنه محتاج إلينا سواء كان من أو مقترب أخ وجار أغلى من مغلتين وهذا ما رأيته وستبقى تراه على ثرى هذا الوطن خصوصا في شهر رمضان شهر التعاون والتسامح والإيمان ترجمة نانسي قنقر